المواطن اللبناني المستهدف بصحته لا يصنف على أساس حزبي أو طائفي أو مناطقي بل التعاطي معه بقمته كإنسان من مسؤولية الدولة أن تحفظ كرامته وعزته من خلال الحفاظ على صحته هذا ما أكده وزير الصحة علي حسن خليل خلال إطلاقه الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية بعنوان صحتك بالدني 170 مركز مركزين على صحتك في قصر الأونسكو برعاية السيدة رندابر فيما يتعلق بخطتنا تعزيز وتطوير التعاون والشراكة مع القطاع الصح الأهلي تشكيل الهيئة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية إننا بهذا الإعلان نؤكد التزامنا المضي معا شركاء في المجتمع المدني والدولة وزارة الصحة وكل الوزارات المعنية من أجل أن نجعل سنة 2013 سنة عمل فعلي للصحة فيما يتعلق برعاية الصحية الأولية وفي كلمتها رأت بري أن إعداد حوالي 170 مركزا صحيا لاحتضان الخطة الاستراتيجية هو إنجاز وطني ملقا على عاتق وزارة الصحة وكل السلطات المكونة لحياة الدولة وختاما سلم خليل درعا وزارة الصحة إلى بري وجرى تكريم نحو 25 مركزا حاز شهادة الاعتماد الصحي